السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي صلاة الوتر وماذا نقول بعد التسليم من ركعة الوتر نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من المعلوم أن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة أي بعد الصلاة الخمس هي صلاة الليل بما فيها صلاة الوتر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يقصر أحيانا يجمع بين الصلاتين صلى الله عليه وسلم لكنه كان لا يترك صلاة الوتر أبدا لا في الحضر ولا في الصفر ويجوز أن نصلي صلاة الوتر ركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات لكن لو صلناها ثلاث ركعات يعني لا نجلس للتشهد إلا في الركعة الثالثة الأخيرة حتى لا تتشبه الصلاة بصلاة المغرب يعني بنصلي ثلاث ركعات وربعات أو نصليها ركعتين ونسلم وركع واحدة ونسلم لكن لو حبينا نصليها وراء بعض الثلاث ركعات لا نجلس للتشهد إلا في الركعة الأخيرة كذلك لو صليناها خمس ركعات متواصلة لا نجلس للتشهد إلا في الركعة الخامسة واضح كده ويسن في صلاة الوتر إذا صليناها ثلاثا يسن فيها أن نقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بصورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بصورة الكافرون وفي الركعة الأخيرة والثالثة بكل هو الله أحد صورة الإخلاص بعد الفاتحة طيب لما بنسلم بقى من ركعة الوتر ماذا نقول نقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم من ركعة الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويطيل في المرة الأخيرة يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويطيل في الثالثة صلى الله عليه وسلم ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويطيل في آخرهن زاد بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد سبحان الملك القدوس ثلاث مرات كان يقول رب الملائكة والروح أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته